اشتركوا في القناة 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 فتنزعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مين اللي يأخذ فاختصموا عند ربهم فقال الله قيسوا ما قيسوا بينه وبينه القريتين ويأخذه ملائكة القرية اللي هو لها أقرب إن كان لقرية المعطية أقرب يوم هي تأخذ ملائكة العذاب إذا كان لقرية الفعة أقرب تأخذ ملائكة الرحمة فربنا سبحانه وتعالى لأنه قابل توبته ويحب توبة العبد المؤمن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم جمال تعبير النبي إن الله يطرح بعبديه التائب فرح الضمآن الوارد والعقيم الوالد والضال للواجد شفت جمال النجوم عندما يجي يعبر عن فرح الله بتوبة العطش شفت تم تبقى ظمآن وميت من العطش لسانك ده خلط حيخرج منه من شدة العطش ويجي لك بقى كباية لما يتفرح حد دي إن الله يطرح بتوبة العطش فرح الضمآن الوارد اللي حيش والعقيم الوالد واحد متجوز بقى له خمسين سنة وما بيخلفش فجأة مراته حبلة وجابت له والد ايه ده ايه الفرح ده الدنيا مستيعان الفرح ربنا بقى أطرح بتوبة العطش والضال للواجد واحد سايح في صحر مش كاي حد ينقذ صحر وماشي مش عارف اليمين من الشمال من الجنوب مش عارف لو مش كده حيوصل ولا حيزداد بعده ولو مش كده يوصل ولا يزداد بعده فضار فسلم نفسه بقى للضياء وفادقه يلاقي قافلة تنقذه وتعرفه الدليل شوف فرحه قد ايه كأنك كتاب له عمر جديد كذلك الله يفرح بتوبة العطش أشد من فرح هذا إن الله يفرح بتوبة العطش من فرح الضمآن الوارد والعقيم الوالد والضال للواجد شوفت جمال النجوم فأنت ذا اندمت هي هي التوبة والتوبة يقابلها فرح من الله فلا تعظم المعاصي عندك عظمة تيقسك من رحمة الله تهم ده مش كده وبس ده ربنا بيكرم الإنسان يقول له ايه يبدل سيئتين حسنات ده ممكن مع حسن التوبة ربنا يخلي المعاصي حسنات يعني المعصية الكبيرة أما تتقالب تبقى حسنة كبيرة والمعصية التغيرة ما تتقالب تبقى حسنة كبيرة شوفت رحمة ربك يقلب المعاصي إلى يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى في نوع ربنا يكفر عنهم سيئاتهم يكفرها يعني يغفرها لهم وفي نوع تاني أما يكون توبته أقوى مش يكفر له سيئات لا يروح قلبها له حسنات ليه اللي معاصيه كانت سببا في ذله وانكساره ودافعا بلا التوبة ودوان الطاعة كثير معاصيه هي عين الطاعة فتتقالب حسنات واللي معاصيه أورطت في قلبه انكتار ولكن ليس انكتار كامل وخضوع ولكن ليس خضوع كامل ربنا برحمته يكفرها له بس لكن ما يخليهاش حسنات بس ايه يكفرها فهو على قد انكتارك وذلتك إلى الله وخوفك من الله تصير المعاصي حسنات او تكفر السيئات شوف الامام الشفعي مثلا وهو على فراش الموت قال كلام حينه يقول ايه وهو على فراش موته الامام الشفعي رحمه الله محمد بن ابريس الشفعي فلما قتى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك ثلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذاجود وقضل ومنة تجود وتعفو منة وتكرمة بيكلم رمعه هو على فراش الموت فربنا اداله هنا خصن الظن بالله فمات على خاتمة حيوية امام الشفعي اللي ابا عمره كله في عمور الشريعة ويعلم الناس وصنق مصنفات لحد الوقت المسلمين بيفطه في الاموزة وبيستفيره منه إلى يومنا هذا إلى ان تكون استعر وانت اللي ما عمدتش حاجة قاعد حطي الخباط ما تبطيخة فيك حاجة جديد فما زلت ذاجود وقضل ومنة تجود وتعفو منة وتكرمة فيا ليت شعر هل أطير لجنة أهمنة وإما للسعير فأنت ما يعني هو في مشيئة الله مش هذا لكن هو جعل رجاء في الله صلمت ولما زنبه خبر قارنوا بعفو الله لا أعفو الله أكبر قل يا عبادي الذين أتركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الجنوب جميعا دخل الجنيد رحمه الله على شيخه اللي هو السريف سقط كان شيخه السريف سقط فأجده مقبوضا بالدايب شكل زعلات بسمع خبر دايب فقال له ما لك أيها الشيخ مقبوضا فقال دخل علي شاب فقال لي ما حقيقة التوبة يسألني شاب جاف يسألني ويقول لي ما حقيقة التوبة فقلت ألا تنسى ذنبك فقال لا حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك فعرف أنه هو مقامه أقل إن الشاب سبق فانقبض عرف أنه ضيع عمره والشاب هو سبق وهو رجل كبير ولكن هما الاثنين الحقيقة إيه صواد الاثنين صواد أهل البدايات لا ينتز ذنب فيكون دافعا للطاعة فإذا تقدم في الطاعة غلب عليه الحصن بالضمن بالله فينتز ذنبه أملا في كرم الله فهي كلها مراحل لكن الاثنين صح التوبة ألا تنتز ذنبك أو تنتز ذنبك حتى تحيالك ومقامك مع الله لاثنين صح سيدنا فقال له إيه شاء التاب الشاب بل التوبة أن تنسى ذنبك ثم خرج عنه قال الجنيد الصواب ما قاله الشيخ الجنيد تلميذ الصواب ما قاله الشيخ الشاب لأني إذا كنت في حالة الجفاء ثم نقلني إلى شهود الصفاء فذكر الجفاء في حالة الصفاء جفاء ثم فيبقى دام قطلة إلى شهود الصفاء فهو في شهود الصفاء يجي يبتكر الزم العتاب جفاء صح ولا لأ طيب أحسن حاجة تعيش في الصفاء فكين تبقى الزم إنما تقول ما انت في البعاد استكر الزم ثم قال انت ليه تستظهر جنوبك وكبلك إزاي لأن انت متعرفش ربك أو لأن ربنا كريم فبيقول إيه فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه دنبه فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه دنبه يا أيها الإنسان نغرك بربك الكريم يقول الإنسان يقول إيه كرم كرم هو اللي غريني كرم ليش بك كريم أنا بغريب بقى كريم في كريم تهم لأن لو بخير حتتمع في البخير البخير معيح مش هيدي النفسه حاجة فضعا عنه لكن الكريم فهو اللي ما استطمع فيه صح فمشي أكرم من الكريم سبحانه ببيقول فإن من عرف ربه يعني بكرمه وعفوه استصغر في جنب كرمه دنبه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن تاب يبنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن لم يتب إذا كنت أنت في حال التوبة إبا ربا نفور الرحيم إذا كنت في حال المعطية إذا إن عذابه هو العذاب الأليم فكيف وقع الآيات يختلف يقول لرسول صلى الله عليه وسلم لو أذنبتم حتى تبلغ قطايات عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليه ولو أن العباد لم يذنبوا لذهب الله بهم ثم جاء بقوم آخرين يذنبون فيستغطرون فيغطروا لهم وهو الغفور الرحيم سيدنا الأبو العباد المرتي اللي هو مستمس الإسكندرية ليه مضامي وظارة الإسكندرية معروفة سلميز ووارث حال السيد أبو الحسن الشاذ دولي هو اسمه كان الشاذ دولي لأنه أنت الشاذ دولي جاءه هاتف وهو في الخلوة أنت الشاذ دولي أي شاذ عن القلق إلى حق فطرى شاذ لله فسميه الشاذ دولي فانت ده نطق السليم يعني أبو الحسن الشاذ دولي تلميزه بقى وارث حاله مين تلي المرثى أبو العباد وتلميز المرثى أبو العباد وارث حاله مين ابن عطاء صاحب الحكم تلسلة واحدة السيخ المرثى أبو العباد كان ليه وارث لكيه أنا كنت سأريته من سنين كنت إيه مستعجب له وأقول أنا شطحات المتصوتين أياما قلت ديه شطحات المتصوتين قلت ديه شطحات يا عم احنا من لكن مش معترك أنا قلت ديه شطحات بيبقى ليهم أحوال فما تيجي تقراءه لكن الواحد فهمه بعد كده لما قدم شوية وفهم يعني حقيقة الأمور ما خدش الأمور كده بعجل لا أهمه واضح خاوش سيقول لك إيه بقى بيقول في الورجة تتعوه في حزب ليه حزب هو حزب مجموعة قدعية إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية ففي أيهما أخاف وفي أيهما أرجو إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع إحسانك شوف الكلام الجميل إلهي معصيتك نادتني بالطاعة لأن المعصية توجد التوبة فلما تعمل المعصية تطلب منك التوبة إذن المعصية تطلب الطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية ولما جد فعلت الطاعة وعجبت بنفسي إيه الحلوة دي فعصيت في غلط الطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية حيث أني رأيت نفسي طائعا ولم أرى فضل الله علي وطاعتك نادتني بالمعصية ففي أيهم أخاف وفي أيهم أرجو أنا محتاج أنا وأنا في المعصية أخايف ولا أرجو وأنا في الطاعة أخاف ولا أرجو أنا حيران إن قلت بالمعصية يعني أخاف في المعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوف يعني إن قلت أنا أخاف في المعصية أبتكي بفضلك قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفس لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الزنوب اليوم قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوف وإن قلت بالطاعة قابلتني بعضلك والله خلقكم وما تعملون وما توثيقه إلا بالله فالله هو الذي وفقك للعمل أنت لم تفعل شيء الفاعل هو الله ولو حيثري حسبك بقى بالزبط ويديك أدل بالعدل مش حاجة ديك حاجة لأن ده هو اللي وفقك هو اللي خلق وهو اللي إديك وهو اللي أمدك أنت بدون الحاجات أنت ما عملتش حاجة فلو حيثبك بالعدل مش حاجة ديك حاجة أنا بديتك ألف جنيه من معايا وقلت لك الألف جنيه دي روح اشتري لي بيها البضاع الفلانية جبت البضاع الفلانية بالألف جنيه طيب أنت عملت دفقت حاجة من جيبك ما لكش حاجة هنقعد نتحسب نتحسب نحاني نتحسب على إيه هو أنت دفقت حاجة عشان أديك ما أنت ما دفقتش حاجة ياب أنا بديتك الألف وجبت لي الحاجة ديه من عربت بالألف حطتها وبتابي وقودت هنا تقول لي حسابني بقى ديني أجري أجرك إيه يا ابني وانت دفقت حاجة عشان تحسب كذلك مع الله كل الطاعات من الله القوة كلها من الله لا حول ولا أقوة إلا بالله وإن قلت بالطاع قابلتني بعبلك فلم تدع لي رجاء فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل قبلك مع عسيانك يعني جناحين خوف ورجاء جناحين الخوف والرجاء متوازنين بيرفرسوا كده يوم يوصل إنما لو رفرس بجناح واحد يؤثر فلازم جناح الخوف والرجاء يبقى دل على إن العرب اللي لا يقف مع طاعة وإن عظمت ولا يقف مع معصية واخد بالك واخد بالك إزاي وإن عظمت يبقى لا يقف من معصية وإن عظمت ولا يقف مع طاعة وإن عظمت طيب قم يقولك إيه لا صغيرة إذا قابلك عدلك لا صغيرة إذا قابلك عدلك ولا كبيرة إذا واجهك فضله يعني لو ربنا حيعبك بقوي عملك بالعدل الصغيرة حتصير كبيرة يا عم حتبقى إيه في داهية في داهية فإن ذلك لو قابلك بعدله فلا صغيرة إذا قابلك بعدله حتبقى صغيرة يا عم حيحسبك حتبقى كبيرة أو لأن إذا قرنتها في حق الله ما فيه صغاء حق الله كبير ولا كبيرة إذا قابلك بطبله فإن رحمة رب حين يختمها تأتي على حسب العصيان في القسم المعصية الكبيرة عزلها رحمة كبيرة على قدها كل ما فيه صغيرة عزلها رحمة صغيرة على قدها فكلما عظمت المعاصي عظمت الرحمات وكلما قلت المعاصي قلت الرحمة المتبطة فإن رحمة رب حين يختمها تأتي على حسب العصيان في القسم فلا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا قابلك صدله يبقى أنت عليك إيه ربنا يعملك بالفضل ومزل العدل يبقى الأعراض السابقة بكلها أعراض موت القلب ثم بعد ذلك يتكلم على إذا عرفت أنت أعراض موت القلب وكيف أنك تحييه بالذكر وبالرجاء والخوف وبدوام الأمل في الله مع دوام البعد عن معصية الله يبقى أنت كده إيه قلبك بقى حي وتبدأ التجليات الإلهية والتعرفات الإلهية تبدأ ترد على القلب اللي هو بقى حي ومو الحي هو اللي يدرك إنا مطول ما القلب ميت لا يدرك يعني البني أدم اللي ميت بتحس ده ما يعرفش الدنيا منورة ولا مظلمة ولا أنت بتقرسه ولا ما بتقرسه مو مجرين جس لكن القلب أول ما يبقى حي يبقى أهل للتجليات الإلهية فيدرك فيبتد بقى إيه يتكلم على إيه على الوالدات الإلهية التي تأتي على القلب إن شاء الله غدا وحيب آخر درس بقى إن شاء الله غدا بإذن الله وكل عام وأنتم بخير ونبقى كده تقريبا خلصنا خمس الحكس خمس الحكس في الشهر إن شاء الله تخلص بخمس رمضانات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله